المحاولة الخامسة والأخيرة والنتيجة فوز يتحقق أخيرا السباحة الأمريكية ديانا نياد البالغة من العمر 64 عاما تتحدى أسماك القرش والتيارات البحرية عبر السباحة بين كوبا وفلوريدا في الولايات المتحدة دون قفص لحمايتها وصلت السباحات الأمريكية إلى شاطئ فلوريدا منهكة وتبدل ساعات الشمس على وجهها لكن النصر كان باديا عليها لدي ثلاث رسائل أولا لا تستسلم لأي شيء ثانيا لا تعتقد أن السن يحل دون تحقيق أحلامكم ثالثا تبدو الرياضة أنها رياضة منفردة لكنها ثمرة جهد فريق كامل المسافة التي قطعتها السباحات الأمريكية بين هافانا وفلوريدا بلغت 166 كيلومترا روادت الفكرة ديانا منذ 35 عاما وكانت بالنسبة لها حلم تحقق اليوم أرادت ديانا أن تحقق ما لم يقم به إنسان من قبل وكان لها مرادها